بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أحبتي في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يقول أهل التفسير في معنى هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى أي انتقلا به والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقلا به في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وسمي بلقصى لبعد المسافة بينهم وبين المسجد الحرام قال المفسرون وإنما قال ليلا بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من الليل وذلك أبلغ في القدرة والإعجاز ولهذا كان بدء الصورة بلفظ سبحان الدال على كمال القدرة وبالغ الحكمة وهذه المعجزة أحبة في الله جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذاق من مرارة الفقد فقد المعين والسند من أهل الأرض فقد فقد عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضها وبعدما لقيه من تديق واضطهاد من مشرك قريش فجاءت هذه المعجزة تسلية له صلى الله عليه وسلم وجزاء له على صبره وإيمانه بالله تعالى وكرامة له لمحتوى من خير وفضل اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره متى وقعت هذه الحادثة؟ قد وقعت هذه الحادثة كما هو مشهور في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في السنة العاشرة من النبوة فجاءت هذه المعجزة الباهرة والتي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا ما يسمى بالإسراء لأن ذاك الانتقال وقع في الأرض من مكان إلى مكان في الأرض ثم هناك انتقال من الأرض إلى السماوات العلى وهذا هو المعراج وهنا يطرح سؤال أحبتي في الله هل كان هذا الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد أم بالروح فقط وهل كان لقظة أم مناما قال المهدوي رحمه الله تعالى مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات العلية خاص بنبينا لم يكن لغيره من الأنبياء وعده السيوطي من الخصائص فهذه المعجزة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالجسم والروح وقد كانت يقظة لا مناما قال ابن جزي رحمه الله تعالى وحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما يكذب ألا ترى أن أم هانئ قالت له صلى الله عليه وسلم لا تخبر بذلك أحدا إذن قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه وعرج به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وقد شاهد مشاهد عظيمة وخص بكرامات لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المباركة ومن الكرامات ما جاء في قوله تعالى فدنا فتدلا فكان قاب قوسين أودنا وذلك الدنو كان دنو عناية ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياد وعلم أن ما وقع من إضافة الدنو من الله وإلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم مبرة وتأنيس وبسط وإكرام وهذه الرفع أحبة في الله وهذا السمو قد يكون من نصيب أي إنسان قد كملت عبوديته وفهم عن الله تعالى مراده فيما قدره له أو عليه وصبر على ما قضاه الله تعالى فيه فتكون له هذه العناية من الله وهذه المعية والكرامة وهذا أحبة في الله أهم وأعظم درس يمكن أن نستفيده من هذه الحادثة المباركة العظيمة قال بعض الصوفية في معنى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قالوا إنما قال تعالى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله ليدل على أن كل من كملت عبوديته كان له نصيب من الإسراء غير أن الإسراء بالجسد مخصوص به عليه الصلاة والسلام وأما الإسراء بالروح فيقع للأولياء على قدر تصفية الروح وغيبتها عن هذا العالم الحسي فتعرج أفكارهم وأرواحهم إلى ما وراء العرش وتخوض في بحار الجبروت وأنوار الملكوت كل على قدر تخليته وتحليته وإنما خص الإسراء بالليل لكونه محل فراغ المناجات والمواصلات فتلك الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه والسبيل للاتصال به تعالى العبادة التي فردت في ليلة عظيمة ومكان عظيم فردت في ليلة الإسراء والمعراج في السماوات العلاء ولهذا كان للصلاة الليل وقيام الليل فضل كبير وأجر عظيم عند الله تعالى وفي ذلك صدق المحبة لله وصدق التوجه والاعتماد عليه والركون إليه سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال العلماء وهو إفراد الوجه إلى الحق ورفع الهم عن الخلق حتى لا يبقى الركون إلا إليه ولا الاعتماد إلا عليه وهو مقتدى التوحيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين